اهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم في لبنان اليوم نجحت وزارة الداخلية ومن خلفها توجيهات رئيس الحكومة ومعلومات الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحقول دون قيام تظاهرات النازحين السوريين أمام مكاتب مفوضية اللاجئين احتجاجا على إجراءات وتدابير اتخذت بحق عدد منهم في الأيام العشر الماضية وبالتالي نجحت أيضا عبر التعاميم في الحقول دون قيام تظاهرات لبنانية مضادة في الغضون رأس الرئيس نجيب مقاطب اجتماعا في السراي للبحث في موضوع النازحين هذا الملف الذي سيتوله من الناحية اللوجستية العميد الياسر البيسري في مهمة مماثلة تقريبا التي كانت في عهدة لواء عباس إبراهيم قبل تولي بيسري بالتكليف المدرية العامة للأمن العام وعلى المستوى السياسي يجري تأليف الفريق المولج بالملف النازحين إنما في لبنان اليوم المطلوب أولا انتخاب رئيس للجمهورية بعد خلو كرسي قصر بعبدة من رئيس منذ ستة أشهر المرشح الأكثر تقدما على غيره حتى الآن رئيس طيار المرض السلامي فرنجي يطل مساء اليوم تلفزيونيا ويتناول الاستحقاق بمختلف أبعاده وحيثياته مع العلم أن فرنجي وبعد إطلالته الثانية من الصارح البطيركي في بكركي شارع بجولة جديدة مركزة من الاتصالات والاستطلاعات واللقاءات في إطار واحد وصريح وملخصه بما قاله ويقوله أنا أسعى لأكون مرشحا توافقيا وأستطيع الحصول من سوريا وحزب الله لمصلحة لبنانية الوطنية الداخلية أكثر من أي أحد في لبنان اليوم لن نسرد أسباب ومسببات إدخال 80% من اللبنانيين في الجحيم ويعني لن نجلد أنفسنا على أن الذين اقترعوا في انتخابات الـ 2018 والـ 2022 أتوا بتلك القوى السياسية الموجودة في السلطات وغير السلطات بل سنسلم جدلا أنه على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن التدخلات والتداخلات الخارجية تسير اللبنانيين نحو هذا المصير أو ذاك لكن ما لا نسلم به يسلم به أي منطق هو أن لا يطعذ جميع اللبنانيين من عبر التجارب السابقة أو على الأقل لا يحملون البصيرة والعقل والحكمة ولا يعتمدونها في مجريات ما يحصل وهناك لحظات سياسية وميدانية يمكن تكون جيدة في المنطقة وأجواء مقبولة في المنطقة يمكن أن يغترمها اللبنانيون للمصلحة اللبنانية وزير الخارجية الإيرانية اليوم في بيروت وهي أول زيارة له بعد الاتفاق السعودي الإيراني في العاشر من أذار الماضي في بكين ولبنان اليوم أيضا موجود في باريس والسعودية وقطر ومصر وحتى في الولايات المتحدة التي زارها وفود نيابية وسامعوا هناك من الأمريكيين ضرورة الإسراع بانتخاب الرئيس ووجوب انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم اعتماد المقاطعة معنا مباشرة الأستاذ سمير منصور الصحفي والكاتب السياسي وطبعا أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير تسلام أستاذ جلال ببلاتو تلفزيون لبنان التي كنت في فترة ما مدير للأخبار بتلفزيون لبنان أنا بشكر دعوتك سيد جلال أنت زميل عزيز وأنا بشرفني كون بتلفزيون لبنان اللي وكبنا مراحل مهمة وحساسة من تاريخه في موازات تطورات الدراماتيكية متسارعة جعلت من جيلنا الصحافة جيل عايش كل الحروب الداخلية والإقليمية من غير شر من غير شر بس علامتنا التجارب أنه بالآخر ما في حرب ما انتهت واليأس والأحباط مفروض أن نتخلص منه خصوصا بلبنان خصوصا بلبنان خصوصا جيل الشباب وجيل الجامعات وجيل الاقتصاص بالآخر ما في حرب ما انتهت ما في أزمة ما مستحيل توصل لحل ولبنان جغرافياً صغير ودوره كبير وطائر الفنيق دايماً هو قدره رأنا بظروف أسعب كتير للأسف الشديد مستمرة هالظروف وكانت بلغت ظروتها الدراماتيكية بدءاً من انفجار المرفأ وصولاً إلى مجزرة المصارف اللي هي أكبر عملية سطو بالتاريخ الحديث على مصارف مصرف لبنان بالتعاون مع مافيا سياسية حاكمة مش في معظمها للأسف الشديد وانت بيكون في المظل هي السياسي للأسف الشديد طبعاً طبعاً بيحكوا عن ودائع مهدورة ومصروقة ومصادرة ومش عارفين مين المرتكب والآخر كل سرقة في سارق نحن الكل بيطالبوا تحكي قدامهم بيشكوا معك بيشاركوك الشكوة يعني إذا منذكر مصرحية الرحيم قديماً وصدرنا السطل اللي هو أصل المشكل طبعاً يا السطل يا راجح من الأسف شديد سيد سمير طيب إحنا معلاش لأنه خليني كمل بمدخلتها يعني حتى إذا قالنا نحن مخضرمين نحن وياك وهاك حتى بالزمن الصعب كنا عم نشوفوا أنه هلأ هو زمن جميل وأصيل هل في انفصام بالفترات الزمنية أما أنفصام عند اللبنانيين جانا العمر حطته بالمصارف إجت المصارف أعطته لمصرف لبنان قام عصرف لبنان بيزعم أنه عطال الدولة بالآخر اللبناني ضحية ما فينا نحمله مسؤولية وما فينا نساوي بين الضحية وبين المرتكب وبين الجلال أكيد بالنهاية ما بيضيع حق وراءه مطالب طيب اليوم اليوم استاذ سامير نحن يعني ستة شهور من دون رئيس الجمهورية بعد كم يوم بصيروا ستة شهور والكل بيقول بدنا رئيس والجميع بيقول بدنا رئيس نظر إذا يعني إذا منذكر أيام الضرب والأصف ولهذا بالخمس سبعين سبتة وسبعين وقتها ارتقوا وكانت قللي يعني مثل ما هي هلأ بس هنا كانت في حروب رئيس ساركيس انتخذ تحت الأصف تحت الأصف وقبل بسطة شهور حتى لا تخلوا سدة الرئاسة واللي انتخبوه واللي زكوه من المكون اللي بيقولوا يعني مكونات بلبنان المكون المسيحي كان لا يستسيغوا لأ رئيس ساركيس انتخبو ودعموه مانعا للفراغ مانعا للفراغ طيب اليوم الطابي وين اليوم الطابي عندما يسمى بالطبقة السياسية في ضغوط خارجية وفي مؤسرات خارجية بس لما يكون في رجال دولة بيحترموا نفسهم وبيحترموا عقول الناس ما في شي بيمنع يعملوا انتخابات رئيسة جمهورية ما فيك تقول ان كنت يمين أو يسار انه والله طعوا تنحكي تنطفق على المرشح اللي بيرضيني تنطفق على مرشح بيرضي الجميع بس ما فيك تقلي تعالي احكي أنا وياك تنوافق عفلان أو على فلان في مرشحين وفي معلنين وفي غير معلنين ولبنان مخلي ولا بيخلق من رجال الدولة اللي بيصلحوا انه يقودوا الجمهورية طيب اذا بدون ينزلوا على البرلمان طي ينتخبوا اليوم في مرشح واضح شو ما تسمي السناء الشيعي الفريق 8 أدار من دون عون من دون الرئيس عون يعني وحزبه عندهم عندهم مرشح اللي هو رئيس طيار المرأة السلامة الفرنجية الآخرون عندهم مرشح هو ميشيل معوط يقال انه الفريق المعارض أو الفريق اللي بيسمي حاله سيادي ما عم يقدروا يتفقوا على مرشح لا ينزلوا اليوم يا بدنا نروح تقنيا على الانتخاب واستعدمال الدستور وتأمين 86 وتأمين 65 يا أما بدنا نروح على الحوار لا ما عم بيروحوا لا علىها ولا علىها لأنه للأسف الشديد يعني كل واحد في عنده مرجعية إقليمية أو دولية بيتأثر فيها حتى ما أقول تملي عليه ما يتخذ من قرارات كان فيه انعكاس لخلافات إقليمية أبرزها الخلاف السعودي الإيراني نعم حلاف الأمريكي الإيراني وصلنا عباية القصيد وصلنا عباية القصيد وتمت المصالحة بباكين والحمد لله وانعكست فورا على مناخ على الجو العام بالمنطقة هالأجواء الإيجابية مستمرة ويؤمل أنه في شهر أيار اللي جاية يكون فيه تطورات إيجابية في مواجهة تطورات سلبية عانينا من هالأمرين ولا نزيل طيب إذا أخذنا اتفاق عشرة أدار باكين الرعاية الصينية والحمد لله أنه ما فيك تقول إذا أخذت على الطواقف هؤدي ما عندهم طايفين بالصين هؤلاء أحسن منه وأفهم منه بكتير طيب أنه مش طوايف هؤدي يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بقدر ما بيعطي بيتعاملوا مع الإنسان كموقف سياسي وكموقف إنساني مش ك انتماء فئوي أو ديني طيب إذا هادي الرعاية ما حدا فيه أقول عن الرعاية شي اليوم ولا حدا بيقدر يحكي بأطماع بالشؤون الداخلية كمان وهني صرحوا عنها شي طيب إذا باليمن برد اليمن اللي قابع فهو أكبر خزان نفط بالمنطقة هو تاني واحد يعني والسودان كمان لا نحكي لا نحكي على السودان همدت باليمن الموضوع السوري بلش ياخد مجاله يعطي العراق بلش يرتاح لماذا في لبنان بعد المتاريس والصد قائم لأنه فيه أنانية باللبنان للأسف الشديد فيه كل واحد بيبني مواقفه بناء على حسابات شخصية وعلى الطموحات مستقبلية في حين أنه المفروض يكون فيه معارضة وفيه مولاة ومين ما أخذ أصوات مجلس النواب بيكون رئيس جمهورية وفيه الفريق الأخر اللي ما سمى منه رئيس جمهورية بيكون معارضة نحن لا طيب فيه تجربة سابعة للأسف الشديد يعني كان الأمل فيها كبير الرئيس جمهورية السابعة عماد بن شيل عون ما توفق هلأ الناس بيقولولك ما خلونا نشتغل الناس بيقولولك الزروف تعرقل الناس بيقولولك الرئيس ما لازم يقول ما خلوني بس أنه التجربة بالآخر للأسف الشديد ما كانت ناشحك خلينا نعطي فرصة لحد تاني ونفرج الناس المعارضين سابعة أنه تفضلوا نحن ما عملنا غيرنا ما عمل إن شاء الله كل حدا جاي يقدر يعمل ويتوفق لأنه بالآخر الضحية هن الناس والجلاد هن الحكام للأسف الشديد يلي ما عم يتطازوا يلي دايما حساباتهم مبنية متما قلنا على على منطق سياسي وفقه ومقيم تاب المواقمة بين الإقليم والداخل كل عمرة يمكن لبنان من أيام القناصل بتصير هالشي شفنا نحن مؤتمر مدريد اللي صار بـ 91-92 مهدوله بضرب صدام حسين بمطرح وبضرب المنطقة اللي كانت تسمى شرقية ببعضها نعمل اتفاق الطائف ثم بلش بلش المسار اللي هو اسمه مسار مؤتمر مدريد بغض النظر عن نتاجه السيئة السلبية أو الإيجابية ليمرؤوا أشياء بالمنطقة عملوا هالشي وعملوا بشكل قصري وبالقوة طيب اليوم إذا فرانسا عم تشتغل بمبادرة معينة وبعد موقف الأمريكاني مش معروف منها ولكن الأمريكان عم بيقولوا بحسب هول وفود اللي راحوا أنه لا قصة مقاطعة مجلس النواب ممنوعة طيب وبذات الوقت قطر عم تاخد وتعطي وهذا طيب اليوم إذا وصلوا لمفهوم معين والسعودية قبلت ب أنه شخص يقول أنا بتعهد سلاح الاستراتيجي الدفاعي وبتعهد النازحين وبتعهد هل رح يصير مشكلة ينتخبوا رئيس أما شوف المؤسرات الخارجية لشك أنها موجودة ولكن عندما يكون فيه قرار داخلي كله بيمشي ولما يصير فيه توافق أقليمي كله بيمشي أكيد بيمشي إذا صاروا توافق أقليميا هالمرة بتلاقي الأفريقاء إذا توافق الأمريكي والإيراني بيمشي الحال وإذا توافق الإيراني والسعودي بطبيعة الحال بيمشي الحال وأكبر دليل الأجواء اللي نقلب احسن على عقب بمجرد إعلان الاتفاق السعودي الإيراني أو التفاهم السعودي الإيراني بشكل سريع هلأ المؤسرات الخارجية تصبح محدودة المفعيل لو كان عندنا للأسف شديد رجال دولي كنت عم تحكي عن مرحلة ما قبل ما قبل التسعينات تسعينات كانت الاجتياح الإسرائيلي ما سكرت لبنوكي ما سكرت أبدا وحتى المراسيم كانت ماشية بأسوأ الظروف كان في المراسيم الجوالة والتشريع كان ماشي وبأسوأ الظروف كانوا النواب عندهم الجرأة يروحوا ينتقبوا رئيس ولو تحت القصف وبألبير منصور بأسر منصور أسر حسين منصور مش لقل لأ مش لقل بأسر كان فيه كان فيه رجال دولة وكان فيه نية لعدم الوصول إلى الفراغ الآن للأسف الشديد بتلاقي فيه سعي إلى الفراغ نفسه وهذا شيء معيب هذا شيء معيب بالنهاية هل هذا الجو يشلع لبنان يعني قلنا بالحرب بعز الحرب كان فيه التقام تشريعي والتقام كان فيه حرص على المصلحة العليا للدولة هلأ ما حدف فرق معه كل واحد يا رب نفسي للأسف شديد بس من النهاية ما فيه حرب ما انتهت ما فيه مشكلة مستحيل أنه نلاقيه لحل إلا طبعا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بعضهم ملا فيه حل إذا اعترف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بأردن اللي امتصبوها وبالدولة الفلسطينية إذا بيكون في حل إذا كان في نية اليوم ولكن من العراق لليمن لسوريا للبنان عم يوصلوا بالنهاية مهما طال الزمن بدنا نوصل لحل لأنه ما فيه ما بضيح وراءه مطالب من جهة ومن جهة تانية وصلنا لمرحلة المتحاربين تعبوا والضحايا كرمالهم عم يزدادوا مأساوي سأرجع لفكرتك أنه ما فيه فينا نوصل لحل ورح أرجع نحكي شو المطروح عن بعض الناس لكن موضوع النزوح السوري بخلال أسبوع أب بشكل يعني بشكل كتير سريع في حدا في وجهة نظر بتقول أنه هاي دي المشكلة بس بدت تتفاقم في ناس بيقدروا يحلوها بالتي هي أحسن بينهم بينهم الرئيس فرانجي الصادق اللي بيقول أنا بيقدر مع صداقته مع بيت الأسد بيقدر أنا جيب كتير إشي أمور حلول للبنان هل بتعتقد أنه دفش هذا الملف إلى أمام وإلى الواجهة يدخل في السياق حتى الرئاسي شوف يزل مثل المان فرانجي إذا بتهم بعلاقته مع سوريا هو بيجاهر العلاقة وما بيستحي فيها وكل أطراف المنظومة السياسية في فترة كانوا متعاملين مع النظام السوري ومع الهيمن السوري بينما هو كان صادق كان واضح مش معناته أنه غيره ما عنده مواصفات كل واحد عنده مواصفات معينة بس أم بحكي عن موضوع النزوح أو تخل النزوح السوري لا شك أنه على جدوى الأعمال الرئيس المقبل للجمهورية بالنهاية لازم مش طبيعي يستمر بهالشكل بكل الضياء بكل المطارع ومثل ما عم بيقولوا المسؤولين وهو دي هدي معهم حق فيها أنه أنه اللي عنده إقامة شرعية ودخل البلاد بشكل شرعي أهلا وسهلا فيه واللي واللي دخل البلاد بشكل غير شرعي فليسوي أوضاعه كمان أهلا وسهلا فيه هيك بيقولوا قانونه وبعدين المعابر لازم تنضبط واللي عنده صفة نازح واللي عنده صفة واللي عنده خطر خطر على حياته إنه يرجع ضد النظام كمان هذا حقه أنه يفتش عمل جاء آمن بس مش معناتها أنه منروح لما يكتر عبالنا ومنرجع نازحين وقت اللي بيكتر عبالنا ننازح إلو مواصفات معينة إنه معايير ومعايير معينة ومنها يتفاهم اللابد من الآخر من حوار سوريا لبناني على مستوى الدولتين الشقيقتين الجارتين طيب إستاذ سامير عم يلمسوا يعني في ناس كانت يمكن كانت شوي ساكتة عن موضوع السوري وهذا وقت لتفاقم يعني صار بحبك يا كوية عم قل لك طيب لماذا لماذا المنظمات الدولية شفنا عندها استنفار بس في خمسين أو ستين شخص روحلوا لأنهم فاتوا طلعوا من دون أوراق أو فاتوا بطريقة غير شرعية لا منلاقي أنه المنظمات الدولية اللي هي أممية عم بتشد لحتى بشكل أو بآخر يبقوا النازحين للأسف الشديد المعلومات الواردة بهذا الإطار بتشير إلى تورط أممي في إبقاء النازحين السوريين أو اللاجئين السوريين في لبنان وعدم تشجيع عودتهم إلى إلى بلادهم ومندونهم وبلداتهم للأسف الشديد بدءا من دفع راتب معين كل آخر شهر لكل عائلة نازحين وعم تعطيهم بس لاش المواقف دايما هي أنه لا لا مثل ما عم بيقولوا أنه عطوهم هالمساعدة بأرضهم ببيتهم بضيعتهم بمندونهم ساعتها بتكون عم تشجعوا على العودة من جهة وعم تساعدوا من جهة وعم تنعشوا سوريا من جهة وعم تنعش سوريا لأنه عم يخفض ضغط المال صح لأن لبنان بلد صغير وهيدي الشغلة لازم تلاقيه لحل يعني مش ممكن تستمر لأنه لأنه بعيدا عن أي كلام عنصري للأسف شديد في كتير بيزايده بس لا بالعكس النازح السوري إنسان وفي وفي تلت هالعدد كان يشتغل بلبنان كان يشتغل بلها دي جال يعني وكان يخدم لبنان بس مش كل هالعدد مش مش بها الكسافة لمصلحة لبنان ولمصلحة سوريا يجب أن يبدأ فور انتخاب رئيس الجمهورية بلجان عليا على مستوى الدولتين لمعالجة هذا الملف الشائك طيب سيد سامير إذا كل الدول تعود وتتصل بالحكم السوري وبالرئيس بشار الأسد نحن ما عم نقول هو ذاته بشار الأسد هو ذات الأول اللي كان عنده إياها قبل الحرب السورية بس ولكن بعضه هو الرئيس والحكم بعضه هو هل الحكم السوري كمان يعني عنده شي عم بعرقل عودة هؤلاء النازحين يعني عم يدخل على خط العرق فيه تأثير أنا برأيي المتواضع تأثير من هون لا لا فيه تأثير من الطرفين لا فيه تأثير من لبنان وفيه تأثير من سوريا يعني ما شفنا اهتمام سوري بعودة النازحين بحجم الكارثة الكبرى والموجودة والأعداد الهائلة الموجودة سواء في لبنان أو في تركيا أو في دول أوروبية بس بالدول الأوروبية فيه معابر مضبوطة بيقولوا أهلا وسهلا باللي عنده أسباب موجبة طيب يبقى وحتى يمكن بيأخذ بيأخذ منه باللي راح انتخب أو راح قدى فترة العياد حقه بس هذا ما فينا أن أعتبره لاجئ بالنهاية هذا الملف يجب أن يعالج بتحرك استثنائي مش يكون أعلامي من جهة أو يكون هي الجيش مبارح وقت اللي قرر أنه يوقف 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 بس براهيم نفس الشي عمل إنجازات بهذا الإطار بدأ متابعة مش تكون المسألة تضغى لدغوط سياسية ترحل مثلا 200-300 يرجع بدلهم ألف يرجع بدلهم أكيد وبعدين نطلع على التلفزيونات بعض التحيقات والريبورتاجات اللي بتقول إنه اللي بيخاطبوا المهربين بيطلعوا على التركيزين تقولوا هين بتريدوا تروعوا على تركيا على لبنان على لبنان أو على تركيا تصور بدأ أنت عليك أنك تختار هاي دي المسألة ضبط المعابر الأساسية وهيدا ملف سيتحول إلى قنبلة موقوطة إذا لم يعالج بما يستحق من اهتمام على أكثر من صعيد محلي وأقليمي ودولي بغض النظر عن الانتخاب الرئيسي أو نوصل للانتخاب أو ما نوصل بعد فين برأيك أفريقاء بلبنان بيعارضوا تأليف فريق رسمي سياسي لبناني أنه يتعاطى مع الحكم السوري بموضوع النازعين هل بعد لازال هناك أفريقاء بلبنان بلشت الوفود تروح وتجي وقريبا رح ترجع سوريا لجامعة الدول العربية ما في شي بقى بيمنع لبنان أو غير لبنان أنه يتعاطى مع السوريا هلأ أنت ضد سياسة النظام السوري هذا رأيك هذا عم يتعاطوا مع الدول من بره ما فيني أقول أنا والله نحكي بالنازعين بعد ما يتغير النظام السوري لا هذا نظام موجود بك تتعامل معه ما زاله موجود فيك تأخذ موقف سياسي تقطعه إذا بدك احتجاجا على موقف معينة إنسانية واجتماعية وحتى عسكرية وأمنية وحتى عسكرية وأمنية ده رأيك بس بالآخر ما فيني أقول هذا النظام لكن مصادفة نحن نستضيفك اليوم بلستة عشرين نيسان بلشت قوافل الجيش السوري بألفان وخلصة تنسحب من ستة عشرين لثلاثين كانوا نسحب مين كان يقول السوري بنسحب الجيش السوري بنسحب وإذن سحب في تطورات دراماتيكية حصلت بدلا من اغتيال الرئيس شهيد رفيل حريرة وصولا إلى خرار الرئيس السوري بسحب قوات السورية وعوامل أقليمية إذا فيه صفة النواية مش ممكن ما نوصل لحل لمسألة النازحين كان نحترم نفسنا ونحترم بلدنا ونحترم علاقتنا مع سوريا كله بيمشي يعني بالنهاية ما فينا نقول إنه المعبر زبطت هان هاني هاني فينا نضبط هان ما فينا نضبط أبدا يعني إذا فيه نيات أول شي العمل يكون بالنيات لأنه في عندك قاضي أو مسؤولين بلبنان بيلك شو ما تحسبنا على النية حسبنا على الأفعال ما هي النية هي الخطة اليوم ما بدي يكون عندهم كلهم نيات صافية أو يتعاطوا مع بعضهم 100% طيب إذا قلنا اليوم بتسعة عشر أيار نحنا في قمة عربية ومن هلأ لتسعة عشر أيار ممكن السفير السعودي يجي يعمل جولة جديدة مع القاضي واليوم فيه أمير عبداللهيان بلبنان اللي هو بيقول أنه حزب الله والمقاومة والفريق هو بياخد قراره بالنسبة للانتخابات الرئاسي ونحن من أيده برأيك إذا تقدمت أكثر هذه الاتصالات وكان فيه ليوني بالموقف السعودي هل يمكن أن نشهد انتخاب رئيس قبل القمة العربية بتسعة عشر أيار أو بعد اللقاء بين الرئيس الرئيس الإيراني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة؟ عندما يتخذ القرار تجرى الانتخابات خلال 48 ساعة ما بدأ شيء تعيين جلسة وعدم فركشة الجلسة عبر تطيير النصاب وحتى لو بقي فريق معادي لأجواله هلأ منذ قمة باكين منذ اجتماعات باكين عشر أدار عشر أدار الماضي لهلأ الأمور تتنحوا في إيجابة وإن شاء الله تظلم كفاية هلأ قبل القمة أو بعدها مش مشكلة قمة 48 ساعة ايه طبعا بيكونوا حضرولها بس فيه قبل القمة فيه اللقاء بين الملك السعودي والرئيس الإيراني ايه إن شاء الله هايدي بتكون فاتحة بتكون فاتحة خير بتكون مدخل وتكون قد توجد بهذا اللقاء اللي كل شي عم يتحضر لإعلان بيان ختامة بانتظار انعقاد هذه القمة طيب لا نفترض فريق القوات اللبنانية عارض التسوي أو حزب الكتائب هل يعني هل ممكن تصير الأمور بدون تكون دراماتيكية إذا كان إذا كان قدر جاب النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس أو منع انتخاب الرئيس اللي هو بيعطرد عليه اللي هو المرشح الأبرز واللي بيعطرده عليها العونية واللي بيحتاجه عليها العونية بدون شك أنه الأولوية لازم تكون لانتخاب الرئيس بمعزل عن الشخص بس بالآخر إذا كان وصلت الأمور لطريق مسدود على هؤلاء القادة اللي هن أربع خمسة متحكمين بمجلس النواب نعم لأنه يشوفوا مرجعياتهم شو بدون يعملوا بالآخر بالآخر في شعب بدوعيش في شعب بدوعيش في بلد بدوعيش ما فينا ما فينا نخلي الناس تحت ضغط الدواء وتحت ضغط الرغيف وتحت ضغط الزل وتحت ضغط مصادرة أموالها وتحويشة عمرها بالمصارف أستاذ سمير أجدادنا والله يرحم أهلنا نحنا وياك وهك كانوا يخبرونا على كل الأمور ولا مرة كانوا بهذه الزنقة يعني من خلال مية وسنتين من قيام لبنان الكبير إلى الآن بعد ما مر الشعب أسوأ مرحلة بتاريخ لبنان بالقليلة اللي نحنا عشناها وواكبناها وعلى مجايلتنا مثل ما بيقولوا ما في أسوأ من هايك مرحلة مرأنا فيها أبداً 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 الاشتياح الإسرائيلي كنت عمل لك البنوكي ما سكرت لاش حرب الخمس سبعين كنت في هاكي مطعم زين كنا يعني على ساحة الدباس كان يبقى الأصف ماشي والمطعم فاتح ورجع فتح هوني حدنا يعني ما في شي سكر ما فيه ما في شي تعطل ودلت الناس تحكي مع بعضهم للنزع الشديد اليوم أكبر عملية سطو بالطريق هي قصة مصادرة أموال الناس بالمساري هاي راح نحكي عنا بعد الفاصل الإعلاني ولكن كمان بدنا نحكي بعض الفاصل إنه عم نقول إنه النيات تكون منيها وهاك وعند الاحتدام صار كل حدا يطرح فكرة لصيغة لبنان الجديد خالي أنا ناخد فاصل إعلاني أنت عبارتك الشهيرة فاصل ونواصل فليأكل هاي مني عشرين سنة وخيك أخذك أمان برا بيه كمان يعني أنه استشب مشاهدينا الكرام نعود بعد الفاصل فاصل فنواصل جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام أستاذ سمير منصور راحب فيك مرة تاني شكرا يمكن على هالمنبر وغيره من عشرين سنة إلى هلأ تنترح كل فترة اللامركزية الإدارية اللي وردي بالتفاق الطائق وحتى اللامركزية الموجودة قبل فيه يعني فيه ناس بتشدد أنه فيه فرق بين اللامركزية الإدارية وفرق بين الفيدرالية وحتى الأخطر منها الكون الفيدرالية لبنان عشر تلاف وارمية واثنين وخمسين كيلو متر مربع شفنا حدا مرة عم بيقول عن الفيدرالية ورسم خارطة ملون الطواقف أو المذاهب بألوان مثلاً لون المسيحي لونه أصلاً أحمر وعامل خارطة مش حاطت أحمر على الرماش وأوزح وعلم الشعب هاو دي سميهم أحد النواب السابقين مسيحيي الأطراف البيات اللي هي سبع ضياء عند عيدامون زهرية منجز هكبر مديجة كاتوليكية بالشرق مرماش معقل مارونية مثل الزغارتة ومثل بشرق منجز عند عيدامون البيات بشمال ها الخارطة حتى الخارطة اللي رسمها مش عام يحكي عنا حبيبي جرال مش حاطت فيها هادي عادة مشاريع فيدرالية وغيره هادي تطرح لبلاد مقسمة او شي مليون كيلومتر مربع العودة التدريجية العودة التدريجية الى الدمج الى الدمج هاي واحدة بعدين لبنان ما بتركب ولا بأي شكل بالزمان انطرح شي بيخلوي اسمه خلوة سيدة البير سيدة البير نعم ايام الجبهة اللبنانية نعم ايام رئيس كاميه شامعون بياز جميل القيادات الوعية في عيزالك على الحيان قالت لهم ما بتركب بأسباب سياسية وإنسانية واقتصادية ما فيك تقول ولا انا مسيحي زحلة ما بهمني او مسيحي القاع القاع او راسب علبة حتى الرئيس كاميه شامعون اللي وقت اللي احتدمت الامور مرة باللبنان حكي بالفيدرالية ولكن رجع رجع عنا خلال الحرب وعمل فروع للجامعة اللبنانية ولمصر في لبنان حتى لا يقصم لبنان مزبوط طيب بس اللامركزية الادارية طيب يا خي اذا قالنا الفيدرالية ممجوجة طيب اللامركز مستحيلة 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 لا اسباب اقتصادية بس مش بس سياسية كل شي لا اسباب اقتصادية اليوم انت لو كان عندك اهم ماركات العالم وكلام لأهم ماركات العالم بدك سوق سوقك بغير مطرح سوقك بالخليج وحتى التنوع كيف لبنان متنوع على كل حال ما احترامنا اللي بيطرح هو اليوم عم تنترح بشكل انفعالي المسألة انو يا خي بدكن تحاربوا يا حزب الله باليمن بدكن تحاربوا بسوريا بدكن تحاربوا بالعراق كذا انا ما بدي هالعيشة ها او بدكن تجوا درايب من بس من عند هاي دي تتعالج مش بالفيدرالي تتعالج بالحوار تتعالج شاء من شاء وابا من أبا حوار ولا مركزية الادارية ولا مركزية الادارية الموسعة الادارية لازم قد ما فيما المركزية تكون موسعة حتى لو عملت بلدية بكل حي فليكن ليش لا اذا كان بتنتج اذا كان بتنتج او تنافس بتعطي اكتر بس هاي دي قصة انو والله هون ممنوع الاسلام يقعد وهون ممنوع الاسلام هون لا الاسلام هون لا الاسلام او هون ممنوع يعني انت تمارس وهونك ممنوع يا خي انا اكيد لما تقعد بمنطقة بس اقليم الخرو فيك في العيلة نحنا انا من قليم الخرو تشرف انت مائل على المنطقة سنة وصحية ودروز كل شيعة وكل شيء كل شيء ما في مرة شفنا مشكلة ابدا على الاطلاق مشكلة اجتماعية ابدا 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 يوم بعيد الفطر المطارين والاخوار نعم يبرموا ويعايدوا قبل منها بعيد الفصع كل البيادات السياسية والحزبية والدينية كمان راحت من دار المقلة لجدرة عن البير أزي صاحبه لا فهيدي الشغلة لما لما هيدا الابنان هيدا التنوع لما تباعد السياسة عن الحياة اليومية كله بيمشي كله بيمشي طيب بس استاذ سامير ما هو السبيل اللي معالجت موضوع الجبايات موضوع انماء المناطق موضوع التنافس بين يعني وجود دولة شو اللي بيعمل دولة وجود رجال دولة هاك هيدا السبيل الى عادة بناء الدولة ساعتها لما يكون في دولة فيك تضبط معابر فيك تضبط جبايات فيك تقول اللي ما بيدفع فاتورة الكهرباء بقطع له الكهرباء بس شرط انماء يكون متوازن انه يكون الماء متوازن مش انه عم تعطيني هون بالمنطق ساعتين هونيك بتعطي عشر ساعات هلا في منطق مسائبة حد ما اعمل كهرباء هون بيطلع له شوية زيادة حد النبع هادي بالصدفة هادي بديه هادي بديه هادي مش تذاكي ولا شي بكل الاحوال المشروع التاريكي اللي بيستهدف لبنان تقسيم البلاد العربية ومنها لبنان الى دولات طائفية لا يازال مستمر بلش ما قبل 48 47 بكل المذكرات اللي بيعملوها مسؤولين اسرائيليين بتلاقي فيه اه حتى من 2019 في مشاريع في مشاريع اه في مشاريع انشاء دولات طائفية ومذهبية وضرب المسلمين بالمسيحيين والمسيحيين ببعضهم والمسلمين ببعضهم يعني كل اله طيب استاذ سامير اه الله يرحمه ولتزال مستمرة بدءا من الالفان وثلاثة بالعراق هالمشاريع الجهنمية ماهني ماهني طيّروا صدام حسين لحتى يعملوا بالمنطقة فرز مذهبة رجل ما قالوا عاليمن رجل ما قالوا عاليمن رجل ما قالوا عاليمن رجل ما قالوا عاليمن سودان سودان فكرك شو العراق المكرمات لانه وقفت باليمن فتحوا بالسودان انه النواية الاسرائيلية بدعم امريكا او بغطر في امريكا بحصل حاليا او بجهل اه جهل عند شعوبنا يعني كمان الشيخ زايد الله يرحمه كان رجل طيب ومشهور بزكاء الفطر وعمل مساواة قالوا للامريكان تركوا صدام علي قالوا له صدامه بدون صدام فايتين فاذا المسألة مش اسلحة دمار شامل هاي واحدة اثنان السودان السودان عندها انضف انضف نفط بالمنطقة مافط وحبوب والماز ودهب ايه منجم دهب منجم حبوب منجم الماز يعني قصة كبيرة وبالاخر كلها اطمع صهيونية بارح بخبروك انه قليم دارفور الميليشيات اللي كله هدا لها المسيحية مش صحيح مناطق المسيحية بغير منطقة بس هالمنطقة استهدفوها وعملوها مسيحية تيتاجروا فيها الامريكيين والسعيليين لانه فيها الماز وفيها غاز النفط نضيف والغاز نضيف فبعدها بعدها مستمرها قالوا له الامريكيين بصدام لشيخ زيد بصدام وبغير صدام فالنفوت فاذا كلها القصة قصة مصالح وقصة نفط ايه بس بالله بديكون فيه وعي عندما سئل بلبنان الله يرحموا ادمان نعيم قالوا له كيف يعني انه اللبنان قوميتان قالوا ايه لبنان فيه قوميتان بس بيقدروا يعيشوا مع بعضهم بشكل جيد ولكن قالوا له طب كيف بتقول هاك قالوا طالما المسيحي ما بيورت من المسلم والمسلم ما بيورت من المسيحي ما بارك هادي تركيبة معينة قالوا ايشو الحل قالوا ان يعملوا قانون احوال شخصية يعتمدوا موحد وبعدها نعيش لا بلان كل واحد يجوز ع طريقته بس بكون في عندي قانون اذا انا اختبت الجواز ايه بطبيعة الحال يوما ما هادي اكيد رح نصب طب برأيك استي سامير ليش ما عم بي اه عم يدخلوا فيها اللامركزية الادارية وليه مثلا مرفق جونة مرفق صور اه مطار الالايعات مطار الرياء يعني تتقلي انه عم قلك ياهن لانه بكل منطقة لعمق مذهب كلها كلها حسابات شخصية هذا النافذ المستفيد من انشاء هذا المرفق او هذا لا ما بيعملون طيب او هذا المطار او ذاك بيعملها بناء على حساباته الطائفية والمذهبية والفئوية والمادية اكثر فاكثر طب ليش من وقت الطائف للان ما دخلوا فيها تدريجة يعني برأيك طب اوكي سوري كان موجود بس السوري كان منظم العلاقات والحظة فل السوري بالالفين وخمسة حرب الفين وستة الدوحة الفين وثمانية طب من بعد الفين وثمانية انتلاق من من حسابات فئوية استمروا بعرقلة هذه المشاريع بالاول كانوا متحججين بالوجود السوري ما خلينا نشتغل هلأ صاروا متحججين ببينين حساباتهم على على منطق فئوية وطائفة ومصلحة مقيدة استاذ سمير القوة اللي بتصنف حالها سيادي نحنا كلنا سياديين يعني بلبنان نحنا وانتوا واللي منوا سيادي والسيادي كلنا سياديين طب اذا نحنا عندنا هيدا النفس انه التحرري والسيادي طب الاقطاب او الزعمة اللي هني منها النمط ما انتبهوا انه خلال عشرة خمسة عشر سنة لازم يشتغلوا ما كان يقولوا ما بدنا سلاح حزب الله يخي فهمنا هيدا سلاح محلي واقليمي الامور الادارية بلبنان ما انتبهوا له او هني ما بدنا هني اللي عم يحكوا هني اللي عم يحكوا هني بيعرفوا انه ما اهلا اهلا سيمان فرنجية قال انا هيك عم فكر فرجوني واحد عم يفكر احسن مني او اكتر شوي او بيقدر يعمل اكتر شوي لحتى انا انتخبوا انتخبوا اه طيب هدا كلام منطقي انا بقول يجي يجي المنافس بس ماش يقول ما في انتخابات يتفووا عمنافس يتفووا عمنافس يا معارضة لانتخاب فرنجية يتفووا عواحد تاني وعملوا انتخابات اذا كنتوا رجال اذا كنتوا رجال دولة اذا كنتوا عم تحترموا عقول الناس حرام عليهم البلد رايح للنيار الشامل وهدا كلام غير مبالغ فيه مش ممكن تستمر الأمور على ما هي بس بربا راليب فضحتهم قالت أنه لقيت أنه القوة السياسية منها مستعجلة تنتخي برئيس لك فتاح مذكرات بعض المندوبين أيام الانتداء بالفرنس بس هلأ فضحتهم هلأ أنه منهم مستعجلين ينتخي برئيس شعب 180 أداء اليوم بيفرجيك أنه ما حدا مستعجل هادي مع الأسف بعض أو الأكترية من طبقة سياسية معاودين على الوصاية ما بقى يدروا ما بقى عندهم مواصفات الشخص اللي بدير شؤونه بنفسه النائب السكاف عم بيجول على عم يجرب هل برأيك أو بتصورك أو يعني بالوقائع اللي أنت بتشوفها يوميا هل ممكن يوصلوا لمرشح غير الأستاذ ميشيل المعوض قريبا ممكن ممكن وتشوف رأي بحركة وليل جملا تخلى عن الأصلاة أنه مع أنه مشيل المعوض كان عضو يعني بعطل حجة التيار الوطني الحر اللي قولنا احنا كان يجتمع معهم بكتلتهم تيار الوطني الحر بطل جبران بيسير يعني الوزير بيسير للأذف الشديد لما المعلم يؤمر كله بيمشي أنا رازلت عند هذا الاعتقاد وبقول حرام استمرار بالإنهيار وصوله للإنهيار الشامي لأنه لبنان إذا عايش إذا بعده مستمر على ما تبقى من أوادم بكل القطاع والجيش اللبناني والقوة الأمنية وهي الوحيدة حافظة على الاستقرار بدون قد نشك فإلى أي مدى ممكن يستمر البلد نحن كلنا منشوف البلد عايش على التكافل الاجتماع أنا معظم وقت مزبوط في مؤسسات في جمعيات بالمنطقة ككل عم تساعد بعده اللبناني عم يساعد جاره مفهوم العائلة بعده هي مثل ما حفزت بالحرب إنه يدل لبنان متكافل بعده إذا جارك نقطع من الخبز جاره بيقل له تفضل هاي نص الربطة لحد هلأ بكرة بتردلي إياها لحد هلأ بقى لحد هلأ بس هادي لقيمتها بيستمر وقت اللي منروحها طيب بلشنا إنه ما فيه دواء بلشنا فيه دواء بس ارتفع سعره رجعنا بلشنا إنه معي مصاري بس ما فيه دواء شو بعمل بياخد ببداية الحرب اللي رحمه شريف لأخي ويلي كان مشهور بعبارة ساركة وآمنة أبو جاد بتذكر اتصلت فيه ست بعز دين الحرب السنتين قالت له معي مصاري قد ما بدك بس شو باكل المصاري ما فيه دكان فاتحة بقى الوضع دل على الطريق وراح أي 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 يعني اليوم شو بفيدني اللي طلع بترابلس على التلفزيون أنا مش حرامي أنا معي مصاري بس مش عملاقي دواء المقساة عم تتكرر بقى كيف إذا كان مرفو المصاري وهيدا الوضع لا يمكن أن يستمر وبالآخر ما بضيح وراءه مطالب والمدخل هو انتخاب رئيس والأداء اللي عم نشوفه هذا الأداء عم بيجعل من الناس قنابل موقوطة بيقولوا اللبناني خنوع مش عم يتحرك لا شو بديو عمل هيدا اللبناني بعده آدمي عم يتصرف كآدمي بعده عم يصرف من من لحم الحي أو من إخواته أو من حدا بيعطل لما يخلصه شو بيعمل هيدا انت عم تحاوله لقنبل مقوط ما هيدا هيدا التناقض الشخصية اللبنانية كريمة وصبورة ومعطاقة للأسف يعني هيدا طيب بالنسبة للمناقبية العسكرية والأمنية اللي هي بعض العمود الفقري اللي حتى انه بغير بلاد بصير فيه إجرام بصير فيه مبع أكتر من يعني هلأ عم بصير فيه بعض الشغلات هل بالمفهوم الرئاسي بس قياسا بعدد المعابر المستباحة بعده اللي عم يصير ماشي وإن شاء الله بيتراجع ما بيزيد بس عم بلك لما تحول الناس لقناب الموقف خلص ما بعض فيه كله وارد كله وارد عم بروحوا بينتحروا حتى ما يعملوا مشكل بالشارع أنا كنت ببلش يعني فيه انتحاريين حدا مات مات انتحر هيدا يمكن لو مش بالمفهوم اللبناني كن بروح بيقتل حدا ما في شك اللي عكل حال هيدا هيدا حالة اليأس عند الشباب لازم يكون شهد تصديقا لكلامك الأخلاقية والاجتماعية انه بيقتل نفسه ولا بروح بيقتل حتى حبيبي أنا بخبرك شغلية سمعتها من نقيب الصحافة الأسبق قال له يرحمه رياض طه نعم كنت ببلش بالصحافة جديدة قال لي بالحرف قال لي شعب اللبناني شعب آدمي كانت بيروت مستباحة تعجب المسلحين من أقصر شرقية لأقصر غربية ومن وين ما كان من كل من كل دول العالم من كل المخابرات العالم قال لي الشعب اللبناني شعب طيب قال له كيف شعب طيب وبنقص مع بعضه وبيخطف على الهوية هاللي انتبه ما في شرطة سار ما في مخفر ما في عدلية ما في دوائر عقرية ما في شي بيمنع من الناس يمنع الناس تطعم بعضا وما عم تاكل بعضا وإن شاء الله إن شاء الله تدالها الروحية إن شاء الله الروحية بتستمر إذا كنا السامان باك هو المتقدم يعني لحد هلأ لحد هلأ لحد هلأ بدي اسأل عن النمط الآخر غير النادي السياسي النادي اللي بيقوله إنه قائد جيش يكون رئيس صار فيه خمسة أو خمسة خلال من ال من الستة أربعين لهلأ قائد الجيش في إله صار عنده عنده خمسة مؤيدي موصوله إلى رئيسة الجمهورية وأنا شخصيا ما بعرفه بس العماد جوزيف عون أداءه العماد جوزيف عون أداءه بيدل على على رقي وعلى مواصفات رجل دولة وبالآخر إيه إذا استغنوا خلتكن الانتخابات ولينتصر الأقوى نعم مش إما فلان وإما الخراب على كل حال بآخر هذه الحلقة نحن بدنا نسأل عن موضوع يعني ديقتين معنا المصارف والدولة ومصرف لبنان ليش بس بيستهدفوا حاكم مصرف لبنان مع أنه هو كان بين الـ 12 أو العشرين من القوى السياسية عم بيأمن لهم شو بدهم شو ما بيطلبوا بيأمن لهم والمصارف هده والدولة إلى مسئولية طب اليوم وين بدا تصير هاي الأسئلة حبيبي لي اللي عم يستهدف مصرف لبنان مش طبقة السياسية لأنه غالبية صحة من الطبقة السياسية مستفيدة من حاكم مصرف لبنان ومرتشية من حاكم مصرف لبنان عزرا للتعبير يعني مستفيدة من خدمات حتى ما أقول مرتشية مستفيدة من خدمات ومن جهة تانية الدولة مافيا السلطة والحاكم كمان مستفيدين ما بيقربوا صوى حاكم مصرف لبنان لأنه بيفضحهم بيعرف كل الوعد بيعرفوا بقلوا بيعرف كل الوعد وقامت جبروا وقامت قالوا بك تحول وقالوا وقالوا قالوا يرحم إدمان نعيم يلي كان يقللون أنا ما بلوت إيدي بدماء مستقبل الاقتصاد اللبناني ومستقبل الوطن بكل الأحوال بس نحل السياسة في مصروك وما في سارق طيب وين طيب في في مستقبل الشعب اللبناني انحرطوا من الوريد للوريد هدواء مين مين اللي سارق المصريات المليارات اللي عم تربحوا الناس جميلة رح ندعم الدواء والدواء الأمراض المزمنة وغيره مين السارق؟ وغير الاقتصاد الإنتاجي بتحكي بتقول 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 يجب أن تستعاد الودائع المسروعة بلولك مزبوط معك حق يا أخي ما أنت شغلتك ترجعلي الودائع المسروعة أو تعمل خطة لو كانت شو ما كانت؟ ايه لو اشتغلوا لو اشتغلوا بالشفافية من الأساس ما كانوا وصلوهم؟ استاذ سامير منصور نحنا بنشكرك من تالي بزعادة أنا بشكر دعوتك استير جلال أنت خي عزيز أهلا وسهلا فيك حبيبنا ونحنا زملاء أهلا وسهلا فيك ومتأمل أنه نعيش باللبنان الأصيل الجميل بدءا بانتخاب رئي الجمهورية وتلفزيون لبنان اللي عم يجرب وزير الإعلام كمان يجرب ينشط أكتر وبعلاقات إن شاء الله يعطي العفو مشاهدين يا كرام نشكركم ودمتم بخير وإلى اللقاء